شهدت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بحضور الشيخ عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة حفل تخريج طالبات جامعة الشارقة من الدفعة التاسعة عشرة لفصل الربيع 2018-2019 وبلغ عدد الخريجات 629 طالبة في برامج البكالوريوس والدبلوم بالجامعة ووجهت الخريجة هويد الشرقي من كلية الاتصال في الكلمة التي ألقتها نيابة عن زميلاتها الخريجات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لحاكم الشارقة وحرم سموه سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي لافتة إلى جهود سموهما الكبيرة في سبيل التعليم وتخريج الطلبة للاستعداد لمواقع البناء والعمل لخدمة الوطني والمجتمع شكرا